بأيت ملو الوقع لاتحاد العام للشغالين بالمغرب وشركة تعمل في مجال الصناعة الغذائية البحرية اتفاقية شغل جماعية بهدف تحسين علاقات الشغل داخل هذه المقاولة لغسنا نعرفه بأن اتفاقيات الجماعية للشغل كدخل في إطار القانون التعاقدي وهو القانون الذي يسمح لمختلف المقاولات والأنشطة الاقتصادية أيضا أن في مجال العلاقات المهنية نخد بعين الاعتبار خصوصية هذه المقاولات وهذه القطاعات مثل هذا النوع من اتفاقية الجماعية هو عرضون على السلم الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج وعلى كذلك على أن المغرب ينعم بالأمن والاستقرار وهذا حافز كذلك من أجل جلب المزيد من الاستثمارات وطمأنة المستثمرين من أهداف هذه الاتفاقية تقوية القدرة التنفسية للمقاولة وتحسين أوضاع الأجراء الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والحفاظ على مكتسباتهم يتعلق الأمر باتفاقية جماعية للشغل ستمكن من تعزيز التعاون بين الاتحاد والشركة بهدف تطوير العمل المشترك الاتفاقية الجماعية للشغل تندرج في إطار القانون التعاقدي وهو القانون الذي يسمح لمقاولات وبعد الأنشطة الاقتصادية في مجال العلاقات المهنية لأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المقاولات ترجمة نانسي قنقر